التحركات العسكرية الأمريكية والبريطانية في المياه الدافئة جنوب إيران والتطورات الأخيرة في أفغانستان شرقها حالة الإحباط حيال عدم إحراز تقدم يذكر في مفاوضاتها النووية يضاف إلى ذلك فقدان طهران للعديد من قادتها العسكريين وفي مقدمتهم قاسم سليماني وتنامي الحراك الشعبي العراقي ضد مشروعها على أرضه أمور ألقت بظلالها على وجودها العسكري المتمثل بالميليشيات التابعة لها في العراق ودفعها لاتباع أساليب جديدة في عمل وإدارة هذه الميليشيات وبحسب تقارير دولية فإن هذه الأساليب تتمثل بتأسيس وحدات سرية مصغرة عالية التدريب وسهلة الحركة منتقات من عناصر من ميليشياتها للقيام بمهام محددة ناطبها لضمان استمرارية سيطرتها على المشهد العراقي سياسيا وعسكريا وتثبيت أركان مشروعها فيه وبحسب مصادر متعددة فإن هذه المجامع السرية التي أطلق عليه اسم عناصر النخبة تلقت تدريبات على استخدام طائرات الدورونز تحت إشراف ضباط من فيلق القدس الإيراني وميليشيا حزب الله في لبنان فيما أكدت تصريحات قادة ميليشيات ومسؤولين أمنيين في العراق ما ذكرته مصادر عسكرية ودبلوماسية غربية حول مسؤولية هذه المجموعات عن هجمات متكررة قامت بها ضد مصالح غربية وأمريكية داخل العراق ووفقا لتقرير لوكالة رويترز الذي جمعت فيه تصريحات لمسؤولين أمنيين وعناصر مطلعة داخل الميليشيات فإن اتباع هذه الأساليب لا يعد تغييرا استراتيجيا بقدر ما هو اسلوب تكتيكي فرضه ظرف الراهن بمعنى أن إيران ما زالت متماسكة بالميليشيات التي تتبعها لكنها تهدف من وراء تشكيل هذه المجامع إلى ضمان سرية أنشطتها فضلا عن سهولة مراقبتها وضمان ولائها وصعوبة اختراقها على الجانب الآخر تريد الإدارة الأمريكية التحرك لمواجهة التكتيكات الإيرانية عبر فرض مزيد من العقوبات على قدرات إيران في توجيه ضربات دقيقة باستخدام الطائرات المسيرة والصواريخ الموجهة وذكرت صحيفة وولد ستريت جورنال أن الجهود الأمريكية تأتي في وقت يقول فيه مسؤولون أمنيون غربيون أنهم يرون أن القدرات الإيرانية في مجالي الصواريخ الدقيقة والطائرات المسيرة تمثل خطرا مباشرا على استقرار الشرق الأوسط أكثر من برامج التخصيب النووي والصواريخ الباليستية الإيرانية